إذن مشاهدينا رح نكفي نحن وياكم جولتنا من سنتر الساحل التجاري وهلأ رح ننزل نحن وياكم على الطوابق السفلية من المبنى الشرقي تحديدا حيث ادعى الجيش الإسرائيلي أنه الطوابق السفلية من المبنى الشرقي لهيدا المركز التجاري بيحتوي على ممر الأنفاء ممر الأنفاء القتالية والأنفاء يلي بتحتوي على مخازن لأكتر من نصف مليار دولار من الأموال النقدية وأيضا من الذهب بلشنا نوصل على الطوابق السفلية رح نجرب بعدسة الزميل رواد تليجي أنه نشوف الأماكن اللي اعتبرها أنه ممكن تكون ممرات سرية لهيدا الأنفاء لام نشوف هنا محل نعطيك العافية لوف تخبرنا هيدا المحال لمين ؟ هأنه جيه وعمم يصوروا بالodor حمم يصوروا بشكل شاب يتطوروا يعمم ه Darren's no one أنت ميش هون نعم لدي محل فوق نحن عندك محل فوق هيدا طالبي كيف الدعم ولا نستوضع هذا لحد ذي هنا folds دعونا نشوف مثل ما عم نشوف يعني عدة خردة فينا نشوف هون محل بيحتوي على معدات وعدلة الصيانة بشكل عام الصيانة للسنتر لضعان الصيانة اوكي خلينا نكفي بعدنا عم نشوف بعدنا نشوف نحن هلا بالزبط بالمينس تو بالبلوك بي يعني البلوك الشرقي لسنتر الساحر المينس تو اللي نحكى عنه موضوع الزعم مية بالمية قال في ممرات سرية صعبة بدنا نحاول نشوفها اكيد احنا هلا نحن وياكم عم نحاول نزول على كل ارجاء هيدا الارض وهيدا حتا هوادي هلا فتحناهن نديم النيو تيفي لايف يعني هلا نفتحوهو خلينا نشوف هوادي هلا نفتحوه بيخضور النجار وهو اللي نسكرين هوادي يضع على مطبعه يعني كل شيء هنا وهيدا هيدا هون هيدا كان مزود هون يعني برجع اقول انت من طبيعة المكان من طبيعة المكان اللي هو ريحته مزود برامي الماء نش من فوق ونش من تحت هل هيدا الطبيعة مؤهلة انه ينحفز فيها عملة نأدية او معدنية صحيح خلينا نشوف بعد هون تحت هيدا السندوق طبعا عم نحاول قدر المستطاع ماكينة ماكينة اوكي هون عم نشوف ايلي ايلي الطباعة ايلي الطباعة موجودة بهيدا الصندوق بالداخل طبعا عم نحاول قدر المستطاع انه اي مكان اي صندوق اي زاوية انه نصورها لنحدد فعليا صحة او مدى صحة الادعاءات الاسرائيلية هايدي خزانات الماء خلينا نشوف كمان ورا الخزانات رواد لو سمحت اوكي نحنا حاليا ورا خزانات الماء كمان هون في بقايا بلاط وبعض المعدات ورا الخزانات رح نكفي يلا رواد اوكي خلينا نشوف بهيدا المدخل شو ممكن نلاقي يعني عم نشوف رائحة الرطوبة كريهة جدا بعتقد يعني هي هو مكان غير صالح حتى للمرور من هون مش بس ل الحياة او لحتى يكون فيها اشخاص رح نكفي طبعا عم نشوف هون يعطيك الف عافية شو بتحتوي هيدا الغرفة هيدا الغرفة هيدا الغرفة في غرفة المعدات الصياني يعني موجود فيها المعدات وشي بيزيد بالسنتر عملنا شي كزا بننزلهم كل شي عند الخردة ايوه حتى يعني نستخدمها لجيران اذا حدا بدل ما يحط قدام محلهم نزلهم ونحطهم هون يعني اذا مثلا محل الاراقيل فوق حاطط الفحم هون عنا ما عنا مشكلة حاطط الاراقيل بعض الاراقيل تاعته هون خلينا نشوف رواد فوت لو سمحت تقدروا هيدا المعدات الدهان جبسن بورد السؤالات الموجودة ها هي كل ما لدينا تمام مشكور كتير عم نتابع معكم نحنا نحنا عم فرجيكم عوروك التانية اوكي وتشوفوا نوعية الناش الموجود يعني نحنا عنا مشكلة بهذا المبنى هنا في ناش كتير قوي وعم نحاول نعالج لاحظنا ورطوبة كتير قوية احد الاسباب سحب المولدات هي الرطوبة العالية اللي عم تعططنا هيدا هلا هتلاحز المكان وازا بتشوف السقوفية فعنا مشكلة بهذا الموضوع لنا سكرنا من هون مطرح المولد هيدا هي هون الغرف اللي عنا اللي موجودة نلاحظ الرطوبة العالية جدا صح صحيح حضرتك من مالكي المحلات انا وكيل المالكين بعض المالكين يعني عندهم مجموعة من الأقسام انا وكيلهم اللي بأجر هيدا وهيدا الخزانات الماي واذا حابين تفوتوا شوفنا شوفنا ورا في كمان شوية بلاط بقايا بلاط وغيره بحمد الله يعني نحنا هيدا هيدا جيستعم فاركينج للسيارات هيدا الاركينج للسيارات الأي والبي مفتوح على بعضه هلا فوق أنت وصلتوا على مبنيين هيدا هون مفتوح ها مفتوح مفتوح بين المبنى الشرقي والغربي كله بصحبه وحده هيا المكان ما في شي قدامنا حتى المكانات اللي حاطينا هيدا عنا نحاول يفتحوا اخر جاراج شكرا